موسيقى طلاب نجيل 2007 نبدأ معكم بالحصة السابعة حصة التأسيس نبدأ معكم أنهينا سابقا كيف نحسب الهيدرونيوم للهيدروسيد في الحمود والقواعد القوية عنكم هون تركيز الهيدرونيوم في محلول ألف بدي اعتبره ألف وهون با يساوي هيك والهيدرونيوم في محلول با يساوي هيك إذا طلب منك مين الهيدرونيوم أكثر يمكن الطالب يقول لك أنا شايف الأسس هون أكبر وبالتالي با كثير سألنا طلاب زي هيك وغلطوا فيها حتى طلاب التوجيه نفسهم مش بس طلاب الحادي عشر طيب اقسموا لهي على عشرة صارت تمانية أضربولي هاي بعشرة قوة سالة بأربعة هاي نس هاي قسم نضربنا ما عمل أي شيء أنا ما عمل شيء أضربولي هاي بعشرة اقسموا هاي على عشرة هاي نس هاي ما سالة الآن مين أكبر ضدل ألف صار أكبر لما سألنا الطلاب هون مين أكبر بيقولوا لي با طب لما الأرقام اتنظمت وتعدلت وتهذبت صار هذا معنى ذلك يا طالب انت غلطت ليه لأنه الأسس اللي موجودة عندك والأرقام اللي عندك يبدو أنها أرقام صعبة على بعض الطلاب وبالتالي لخمتك فعليا ألف أكبر من با بغض النظر سواء كتبناه بلون أخضر ولا برتقالي ألف بكل الحالات أكبر من با فبالتالي إذا بدأ أسألك مين أكبر مين أصغر مين حمضية قاعدية أكثر حمضية أكثر قاعدية رتب حسب حمضيتها أو وعد حسب قاعديتها إذا بدك تعتمد على تركيز الهيدرونيوم أو الهيدروكسيد فأنت بتكون غلطان ليه؟ لأن الأرقام اللي عندك أرقام صغيرة جدا وبالتالي بتلخمك أرقام صغيرة جدا يمكن صعبة عليك من أول نظرة طب الحل علشان نعرف مين حمضي قاعدية متعادل أكثر حمضية أكثر قاعدية رتب حمض حسب قوتها رتب قوض حسب قوتها مجموعة أسرحة تشوفها هون لسه تشوفها في باقي الوحدة لما نبلش بمادة رئيسية حتى تجاب على كل هالكم الهائل اللي بيجي منه في اختبارات الوزارة تعتمدش على تركيز الهيدرونيوم أو الهيدروكسيد في اتخاذ حكم وقرار تعتمدش على تركيز الهيدرونيوم والهيدروكسيد في اتخاذ حكم وقرار انتهى مرتين حكينا ليه؟ والله الأرقام صغيرة جدا زي ما أنت شايف بتلخبطك عشرة قوصات ثلاثة وسهل خمسة وسهل ستة وسهل تسعة وسهل عشرة أرقام صغيرة جدا تلخبطك طب الحل حكونا العلماء بدنا الآن نخرج ببديل آخر بدنا نخرج بمنقذ تخيل لو أنه أعطيتك أرقام مثلا أربعة وخمسة وسهلتك مين أكبر هايو خمسة وعشر أربعة وتسعة عشر هايو فلو كنا نتعامل مع أرقام صحيحة جيب طالب صف رابع ابتدائي بيقولك هذا أكبر هذا أصغر لكن أرقام عشرية زي هيك طالب التوجيه وأحيانا طلاب الجامعات بيطلخبطوا فيها طب الحل يا علماء أعطونا حل عشان لما يسألني مين أكبر مين أصغر خصوصا لما نكمل وحده وندخل على درس الأملاح والدروس المتقدمة جدا نقدر نجاوب حكونا العلماء حتى يسهل علينا إجراء مقارنة حتى يسهل علينا إجراء مقارنة بدنا ندخل مفهوم جديد إلى علم الكيمياء هذا المفهوم اسمه المنقذ هذا المفهوم اللي بدنا ندخله إلى علم الكيمياء حالاته أنه أرقام صحيحة هذا المفهوم بمجرد ما تطلع عليه من أول نظرة من أول نظرة من أول لمحة بتعرف مين حمضي قادي متعادل أكثر حمضي أكثر قادي رتب حمود حسب قوتها قوات حسب قوتها تصعودية تنازلية هذا المفهوم أرقامه صحيحة مش أرقام عشرية هذا المفهوم اسمه الرقم الهيدروجيني اعتمدوا عليه في اتخاذ حكمه قرار تاعتمدوش على الهيدرونيوم يعني قصدك يعني ضال الهيدرونيوم والهيدروكسيد إذا بدنا نعتمد عليه غلط لا حبيبي مو غلط صح أنت اللي بتغلط والأرقام صح إحنا منه علينا لأنه عامل خبرة صار عندنا كمعلمين كيميا وحياء وفيزا ورياضيات نعرف نتعامل مع لغة الأرقام لكن الطالب ليس الطالب عضم ضعيف لغة الأرقام عنده شوي فيها ضعف PH اسمه الرقم الهيدروجيني يساوي سالب لغريتم تركيز الهيدرونيوم لغريتم تركيز الهيدرونيوم مسبوقا بإشارة سالبة اعتمدوا على هذا المفهوم تعتمدوش على غيره نصيحتنا ويمكن مع الممارسة والتكرار الطالب مثلا قبل اختبارات الوزارة 3-4 شهر لما يتقوى بعلم الرياضيات ولغة الأرقام رح يصير يتعامل مع الهيدرونيوم بدون اللجوء للPH بس احنا الآن حرصا على العلامة روحوا على الPH ففي الماء النقي PH يساوي طبعا هذا الPH لما نحسبه فرضا نطلع معنا مثلا 8-9 شو ما طلع الرقم منصم الرقم قبل ما انه نحسب للماء منصمين PH الرقم الهيدروجيني درجة الحموضة شو تمسمياته PH رقم هيدروجيني درجة حموضة اللي بالدكية هذا الPH الآن PH للماء نحسبه سالب يلا قوانين الرياضيات تبعت الأول الثانوية طلاب يحكونا احنا بلغة الأرقام والقوانين والرياضيات واللغريتمات تبعت الأول الثانوية تضعاف فيها وزع سالب سالب لغريتم واحد ضرب عشرة قوة سالب سبعة في الماء النقي لحظة في الماء النقي بدا تكون باص محافظ انه الهيدرون يساوي الهيدروكسيد يساوي كل منهما واحد ضرب عشرة قوة سالب سبعة انسا شهر دخم حطه حلق ابدارك PH يساوي سالب قانون التوزيع يلا نقلب رياضيات أول ثانوية لغ واحد زائد لغ عشرة قوة سالب سبعة أول قانون بدنا ناخده مع بعض من الأول الثانوي أنا ما بدي أرجع لك لكل الأول الثانوي مش مطالب ولا ترجع للأول الثانوي خلاص هيترك علي أول ملاحظة نجد لغريتم كل رقم على حدة ونجمعه مع الآخر اللي هو قانون التوزيع في لغريتمات نجد لغريتم كل رقم على حدة ونجمعه مع الآخر فضل سالب بر أترك ليها بره لغ واحد ونجمعه هاي نجمعه مع الآخر PH يساوي سالب بره هاي قانون التوزيع لغ واحد يا الله طلابنا تاني ملاحظة من الأول الثانوي ترجعش للأول الثانوي لغريتم الواحد يساوي صفر لغريتم الواحد يساوي صفر لغ واحد زيرو زائد لغ عشر قوة سالب سبعة يلا تالت ملاحظة لغريتم العدد الذي له قوة يساوي القوة نفسها لغريتم العدد اللي له قوة يساوي القوة نفسها لغ عشر قوة سالب سبعة سالب سبعة بي اتش يساوي سالب بره سفر سالب سالب سبعة سبعة سفر زائد سبعة 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 سالب مع سالب هذا هو البي اتش للماء النقي ولأن الماء النقي يعتبر محلولا متعادلا ولأن له بي اتش سبعة فيلا نعمم فكل المحالي المتعادلة لها pH 7 مش بس الماء لنفرض الدهان اللي قدامي متعادل pH له 7 وبالتالي إذا بدنا نعرف المحلول المتعادل سابقا حكينا المحلول المتعادل هو الذي يكون تركيز الهيدرونيوم فيه يساوي تركيز الهيدروكسيد ويساوي 1-4 قوة سالة بسبعة صح كمل هذا التعريف ناقص ويكون pH له 7 هيك اكتمل التعريف فإذا أدخلنا الـ pH مع التعريف السابق اكتمل التعريف فضلوا طلعنا كاتب لك هون لما كان من الصعب التعبير عن تركيز أيونات الهيدرونيوم في المحلول المائي بالأرقام العشرين سعب نعبر ونقول هذا أكبر أصغر رتب تصعدي لصغر قيمته فقد اقترحه اتخاذ لوجريتم تركيز الهيدرونيوم مسبوخا بإشارة سالبة للتعبير عن هذا التركيز ويسمى هذا النظام بالرقم الهيدرونيوم ويعبر عن درجة حموضة الوسط اذا رقم الهيدروجيني تعريفه سالب لغريتم للأساس عشرات تركيز أيونات الهيدرونيوم في المحلول هذا هو الـ pH عوضا عن استخدام الهيدرونيوم لما أقول لك أعطيك هيدرونيوم اللي ما حليل ألف باجيم دال هيك رح تيجيز داول وأقول لك يا الله أكثر حموضية أعلى هيدرونيوم أقل هيدرونيوم أعلى هيدروكسيد رتب تصاديا حولهم لـ pH يحصل لك فضل الآن pH يساوي سالب لغريتمي الهيدرونيوم ففي الماء الناقي يلا نحسبها pH يساوي سالب لغ خلي سالب برة قانون التوزيع يلا قانون التوزيع لغ واحد زائد لغ عشق وسالب سبعة أول ثانوي خلص هيك الحل رأي حالك ترجعش للأول ثانوي بالنهاية تساوي سبعة درجة الحموض أو الرقم الهيدرونيوم pH يكون في الماء الناقي سبعة حيث يتساوي تركيز الهيدرونيوم والهيدروكسيد وعندها يوصف المحلول بالمحلول المتعادل تعريف المحلول المتعادل أكتوبو ماي هو المحلول الذي يكون فيه يساوي ويساوي حلو ويكون للسماك تمال التعريف pH له تساوي سبعة هذا هو الـ pH اللي بدنا إياه حتى كاتب لك استخدام pH للتعبير عن طبيعة المحلي العواض عن الهيدرونيوم معلل ليش نستخدم الـ pH ليه لما بدنا نعبر عن طبيعة المحلول تستخدمش الهيدرونيوم مع أنه والله صح تركيز الهيدرونيوم 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 قليلة جداً تتعامل مع أرقام براشق وسائل بستة وسبعة وتبارية وتسعة وعشرة قام صعب أرقام عشرية بعد الفاصل بست سبعة منازل وبالتالي هناك صعوبة في التعامل مع الأسس السالبة وإجراء عمليات حسابية من أجل ذلك يخي تعمل مع الـ pH طرف كل العالم يتعامل مع الـ pH الأيام لا قد ضرره مثلاً عندك مثلاً تحسس في جلد التباص طبيب مثلاً أمراض جلدية بده يعطيك شامبو معين يقول لك أنت لازم تستخدم الشامبو حيث الـ pH له كده وكده مش حيث الهيدرونيوم بده يحسب لك هيدرونيوم مستخدم أليحاسب خلاص هذا الحقي انتهى أنت مثلاً مهندس زراعي اخترت مثلاً خمسين ستين دونهم بدك تزراعهم في الغور بدك تأخذ عين من الطلبة وتشوف الـ pH لها تصلح لأي محصول زراعي لأي محاصيل زراعية تحصل مش تكسب هيدرونيوم عندك مثلاً شغلة في اللثة بدك تشوف معجول الأسنان المناسب لك حيث الـ pH له راح يقول لك طويل الأسنان لازم يكون الـ pH كده وكده هيدرونيوم هيدروكسيد هذا بطلع عمل معه هذا بس بالتوجيهي عشان جامل بحض عشان العلامة ولا في الحياة العملية والمخبرية والصناعية والطبي والصيدلانية فش هيدرونيوم هذا الحكي بس بالتوجيه عشان العلامة عبر يا صيدلاني يا طبيب يا مهندس يا طالب باستخدام الـ pH بالاعتماد على الـ pH من سيد نعبر ونحكم وأحسن وأسوأ واستخدم وما تستخدم وبعد عن هذا وروح على هذا وهكذا حتى بتحاليل الدم والبول بصير يقول لك الـ pH ما بيقول لك هيدرونيوم هذا لأنه بس بالتوجيهي لأنه بدنا نكسب العلامة بصراحة بهمنا العلامة سؤال احسب الرقم الهيدروجيني pH لمحلول ناو تشركيزو واحد من عشر تالاف وكمان سؤال H-C-L-O-4 هاي السؤالين مع بعض متتابعين نشوف الآن معطيك هون N-A-O-H تركيزو ومعطيك H-C-L-O-4 تركيزو واحد ونصد عرب عشر قوة سالب نشوف الرقم قوة سالب اتنين هو سالب اتنين علما بأنه هون بكون معطيك اللغرتمي يعطى إلك ومش بس هيك ومسموح إلك تستخدم آلة حاسبة علمية فاطمئن يعطى إلك لا تأخذها معك المراقب رح يوزع على كل طلاب وطالبات القاعاء آلة حاسبة علمية ساينتافيك أوكي كالكوليتر احسب هون PH وحسب هون PH نبدأ الآن N-A-O-H قاعدة قوية من قواعد الخمس اللي إحنا مطالبين فيهم آه في قواعد إحنا مطالبين فيهم لازم نحفظهم من أجل ذلك تتأين كليا في الماء وفق المعادلة الآتية N-A-Mوجب زائد O-H سالب اتذكروا الحركة اللي منها بالإقلان سادقا لو كان في واحد فككت كل يام تعطيني موجب واحد وسالب واحد لو اتنين وتكسرت وتفككت وتأينت كل يام اتنين لو كانت في عندي ثلاث مولات وتفككت ثلاث ثلاث لو كان عندك ألف تعطيك ألف ألف لو كان عندك واحد من عشر تلاف شوف كيف الرقم يكتب شوف كيف هذا الرقم يكتب رح يعطيك واحد من عشر تلاف واحد من عشر تلاف أعطانا هيك تركيز الهيدروكسيد طب لسه وبدو البي اتش فيكون تركيز الهيدرونيوم تساوي كي ووتر على تركيز الهيدروكسيد ويساوي واحد ضرب عشرة قوة سالب اربعة عشرة على واحد ضرب عشرة قوة سالب اربعة ويساوي واحد ضرب عشرة قوة سالب عشرة ارفع هاي لفوق هاي فوق بدها تصير موجب اربعة مع السالب اربعة عشرة التوتال هيها هاي الهيدرونيوم والان بي اتش يساوي. تركيز الهيدرونيوم. سالب واحد ضرب عشرة قوة سالب عشرة. نحل هون نكمل هون. هون نكمل هون. سالب برة. واحد زائد لج. عشرة قوة سالب عشرة. قانون التوزيع. سالب برة. لغرات من واحد صفر. اذا اول قانون ملاحظة. ده ليش اسمي قانون ملاحظات الاول الثانوي. ده ليش مضطر ترجع الاول الثانوي. كل ملاحظات اللي بتهمنا هتطلقيها في البوكس اللي فرجيناك يا قبل شوي. اللي هو في صفحة رقم اتناش. اول ملاحظة قانون التوزيع. سهل. مع التكرار سهلة. تاني ملاحظة اعرف النل بي اللي انه لغرات من الواحد سيكوال تو زيرو. تالت ملاحظة لغرات من الرقم اللي له قوة يساوي القوة نفسها. سالب السالب عشرة يساوي عشرة. هذا هو هاي الدوارة البي اتش للان او اتش. اكمل هناك. بما انه الحمض هذا من ضمن الحموض القوية اللي لازم تكون باصمها وبصم صغتها اسمها لا. اذا فيتأين كليا في الماء وفق المعادلة الاتي. هاي المعادلة. لما يتأين رح يعطيك سي ال او فور سالب زائد اتش سي ال او فور حسب ما حكا لنا ارهين ياس. اتش موجب حياة. اتكسر لسي ال او فور و اتش. بس بعديها لما ايجانا برون السيدلوري. يا جماعة ما بيسر لبروتون يتواجد منفردان. لازم نعمل هيك. طب المعادلة مش موزونة. شو عمله برون السيدلوري. شالوا الماء من فوق السهم وحطوا الماء قبل السهم. هيك الاصح. خرص بك تتعامل مع المعادلة الاصح. هاي معادلة برون السيدلوري. طب اللي كانت هون اسمها معادلة ارهينيس في تفكك في تأيين الحموض. اسمها ارهينيس. والاصح برونسيد هي من غير تعديل. فانت يا ارهينيس زيك زي ما اختلفوش في معادلة تأيون القواعد. لكن في الحمود ارهينيس في عنده اخفاق وبرونستدلوري الاصح. اذا يبقى الحال على ما هو عليه من غير تعديل. اما معادلة الحمد لا 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 لا. شيل المي من فوق وحط المي قبل السهم وهذا هو الاصح. نكمل. اذا كانت واحد تعطيك واحد واحد. واحد بتفكك لواحد واحد اتنين 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 تلات كسره تعطيك تلات تلات مليون كسره مليون مليون. اذا كانت واحد ونص ضرب عشرة قوة سالب اتنين. راح تعطيك واحد ونص ضرب عشرة قوة سالب اتنين. وكمان هاي واحد ونص ضرب عشرة قوة سالب اتنين. بس بتهمناش في الحسابات الكيميائية. احنا بهمنا في الحسابات الكيميائية هيدرونيوم وهيدروكسيد هيدرونيوم فيكون بذلك تركيز الهيدروكسيد لا نحسب هيدرونيوم يساوي كي ووتر على تركيز الهيدرونيوم يساوي 1 ضرب 10 قوة سالب 14 على 1 ونص ضرب 10 قوة سالب 2 ويساوي 1 على 1 ونص تفضل هيد تلتين في الآل الحاسبة وموجودة عندك موجودة عندك الآل حاسب العلمية بعطيك إياها الملاقب ضرب عشرة قوة سالب اطناش خلي أرقام اللي هي منسميها تتعامل مع أرقام اللي هي لازم يكون هون رقم من منزل واحدة أضرب بعشرة اقسم على عشرة مياها نفسه 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 هيا الهيدروكسيد نيجي للبي اتش بي اتش يسوي سالب لغ تركيز الهيدرونيوم سالب لغ واحد ونص زائد لغ عشرة قوة سالب اتنين سالب بر لغ ريتم الواحد ونص يعطى إلك والآل حاسب عندك لغ ريتم الواحد ونص تضل طلابي 18% هياها زائد سالب اتنين سالب بر هدول هدول واحد واثنين وثمانين بالمية سالب مسبوق بإشارة سالبة نحطها هون واحد واثنين وثمانين بالمية هذا البي اتش حسبنا احنا يلا نحط عليهم علامة حسبنا هيدروكسيد وهيدرونيوم وبي اتش حسبنا هون هيدرونيوم وهيدروكسيد الهيدروكسيد تكتبها هون وبي اتش لحم قوي وقاعدة قوية انتهت الحسابات شو ضل ما ضل اشي سؤالنا للجميع بدي اعتبر هذا محلول الف وهذا محلول با سؤالنا فيه الف ما للهيدرونيوم عنده قياسا في الهيدرونيوم فيه با اكبر ما البي اتش عنده قياسا في البي اتش با اصغر اذا اكتشفنا انه اذا كبرت صغرت واذا صغرت كبرت فما العلاقة عكسي اهم علاقة بالتاريخ انه البي اتش يتناسب عكسيا مع تركيز الهيدرونيوم كيف يعني يعني كبرت صغرات صغرات كبرت هيك اللي بتعكسي يعني اتنين بيخلفوا بعض طب شو اسمه هذا هذا شو سمينا سابقا صفة حمضية هيك من سميه صفة حمضية صفة حمضية اعطينا مثالي نضال اذا اعطيتك بردجانتين حمضات واحدة حمضة كثير واحدة على الخفيف اللي حمضة كثير البي اتش اقل لانه هذا صفة حمضية فالعلاقة ما بين الصفات الحمضية ها صفة حمضية بدأت تكتب عليها والبي اتش علاقة عكسية فكلما زادت حموضة الشيء قلت البي اتش كلما قلت البي اتش صار الشيء حمض كثير فذا اعطيتك مثال تاني ليمونتين حمضات واحدة حمضة كثير والتاني على الخفيف اللي حمضة كثير بي اتش الها اقل اللي بي اتش الها اقل احمض حمضة كثير كمان عينكم على الهيدروكسيد فيه الف والهيدروكسيد فيه بع مال الهيدروكسيد اصغر شوفوا بي اتش وشوفوا بي اتش مال بي اتش اصغر يعني قزقهم يا علماء تحكونا اذا صغرت صغرت كبرت كبرت ا فما العلاقة طردية اهم علاقة في الكون شو يعني طردية كبرت كبرت صغرت صغرت يعني اتنين بطلعوا بطلعوا بنزلوا مع بعض بقلدوا بعض شو سمينا هاي الصفقة عادية اللي هي الصفة المرة صفة المرارة صفة قاعدية فما العلاقة بين الصفة القاعدية اللي هو الطعام المر يعني والبي اتش علاقة طردية زادت الصفات القاعدية يعني زاد الطعام المر زادت بي اتش قلت قلت طب عطينا مثال واقع هيك ندرسه إذا عطرتك لوزتين مرات واحدة مرة كثير على القم والتاني على الخفيف اللي مرة كثير بي اتش إلها عالي اللي بي اتش إلها عالي مرة كثير هاي معنى الطردية أهم علاقة في الكون هاي اسمها صفة قاعدية صفة قاعدية فالعلاقة بين الصفات القاعدية والبي اتش طردية والعلاقة بين الصفات الحمضية يعني بين الطعام اللاذع والبي اتش عكسية هاي صفة هامة جدا نكون عارفينها وهذا الحقيقات بيانضال طبعا كاتب لك هاي تفضل بي اتش مع الصفات الحمضية عكسية بي اتش مع الصفات القاعدية طردية وهاي معها اكيد عالي سيبدا هتكون هام جدا جدا هاي بدك تعرفها. هاي كثير مهمة هاي الصفة. كثير مهمة. شغلة ثانية اكتشفناها من خلال حساباتنا هون. شغلة ثانية. احنا حكينا سابقا وين نكتب يا نظار هون. بي اتش للماء سبعة. هاد الماء. بلاش نقول الماء. المحلول المتعادل ها متعادل. مين? الماء النقي. الماء النقي. وش الماء الحنفيات? لا هذا غير او ماء الشرب. الماء النقي بي اتش له سبعة. اكتشفنا الاتي انه هادا حمض مال بي اتش اقل من سبعة. وبالتالي لما بدنا نعرف المحلول الحمضي عرفناه سابقا بس كانت تعرف ناقص. مين المحلول الحمضي? واحد يقول لي هو اللاذع. لا لا هو الليمون. لا 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 مش هيك مش هيك. ما عليش. بدنا نستخدم لوقت الابقام. المحلول الحمضي هو الذي يكون فيه تركيز الهيدرونوم اكبر من عشرة قوة سالب سبعة. ويكون هيدروكسيد اقل من عشرة قوة سالب سبعة. هو الذي يكون فيه تركيز الهيدرونوم اكبر من عشرة قوة سالب سبعة. والهيدروكسيد اقل من عشرة قوة سالب سبعة. ما اكتمل التعريف. اللي حكينا سابقا ما كان تعريف كامل. وتكون بي اتش له اقل من سبعة اكتمل التعريف. اقل من سبعة بكم? ان شاء الله بواحد من مليون. ان شاء الله بواحد من مليون. هيك اكتمل تعريف المحلول الحمضي. وبالتالي دون السبعة ها بتكتبهم دون السبعة بده يكون حمضي. دون السبعة لكم يعني ضال للصفر. صفر اه. هذا اللي بدنا اياه. ما معنى محلول قادي. هو المحلول المر؟ لا 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 هذا الحكي مرفوض. مراته كثيرة. هو المحلول الذي يكون فيه تركيز الهيدروكسيد اكبر من عشر قول سالب سبعة. ايش ما انا بتحكي السبعة يعني سالب سبعة? لانه تعتبر الرقم عشر قول سالب سبعة هو الرقم المعياري. هو الرقم اللي بكون للمادةента المتعادلة. وإذا رقم اختلف زاد او قلب الطالة المتعادلة انه هيك معيارنا في الحديث انا نقول سالب سبعة. اكبر انه ازغر من عشر قول سالب سبعة. فما هو المحلول القادم؟ ما معنى كلبة بايسكسيولوشن. هو المحلول الذي يكون فيه تركيز الهيدروكسيد اكبر من عشر قول ساتف سبعة. ويكون فيه تركيز الهيدرونيوم اقل من عشر قول سالب سبعة. هذا اللي قلناها سابقا بس ماكتمل التعريف. نكمل. ويكون له اكبر من سبعة. ان شاء الله اكبر من السبعة بجزء من مليار. وبالتالي المادة المتعدة لبي ات سبعة. دون السبعة حمضي. فوق السبعة قاعدي. دون السبعة لكم? للصفر. فوق السبعة لكم? لاربعطاش. هذا الرينج تبع البي اتش. هذا الرينج اللي احنا نتعامل معه. من صفر لاربعطاش. هذا الرينج اللي بدنا اياه. هذا الحقيقات بويا نظر اتفضل. نتعامل مع هذا الرينج احنا. ايهون. مدى الرقم الهيدوجين المتعارف عليه? بي ات سبعة متعدل. دون السبعة. فوق السبعة قاعدي. دون السبعة للصفر. فوق السبعة. عندك الشكلين هدول بيكملوا بعض. بس في ملاحظة خارج كتاب الوزارة. لما اعطيك ملاحظة خارج كتاب الوزارة. انا بقول لك عنها انها خارج كتاب الوزارة عشان ما تحفظها. بصرح فيها. مش والله بتركك تدرسها وتكركب حالك. الملاحظة الان. ان مدى الرقم الهيدوجيني الاعتيادي يقع بين سفر واربع عطاش. هذا العالفينه. ذلك ان قياسات بي ات شجري لمحيل محيل. لمادة على محيل المخففة. اوكي? التي يتراوح الهيدرون بين. واحد مولاريتي واحد اربشاق وسالب عرب عطاش. من اجل ذلك لازم تطلع. الرينج البي اتش متعرف عليه عالميا بين سفر واربع عطاش. لذلك فان القيمتين سفر واربع عطاش. اللي ظهر هون. لا تمثل لا تمثل نهايتين من قياس بي اتش. وانما المادة الذي يتطلبه التعامل مع اغلب المحيل المخففة التي ستستعمل في التجارب الكيميائية. لان واحد يقول لك. طيب اذا اعطيتك مثلا محلول الهيدرونيوم مثلا. سوري. الهيدرونيوم فيه واحد ضرب عشر قوة سالب خمسة عشر. فيش منه في الكون هذا? لا فيه حبيبي. فيه منه في الكون. بس ما نتعملش معه احنا هون. سالب برا لوج واحد زائد لوج عشرة قوة سالب خمسة عشر. سالب برا لوج واحد صفر زائد سالب خمسة عشر. بالنهاية خمسة عشر. ها خرجنا عمل هذا. بس انت بتتعملش مع تراكزيك مش رح يجيب لك. عشان يقول لك. هذا لا يعد النهاية الدنيا والنهاية القصوى. لا 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 لا. هذا الرنجل احنا متعامل معه بالتوجيه بس. اللي بدنا اياه بالتوجيه مش همي. هذا اللي بدنا اياه بالتوجيه فقط غير هيك. لا. ما بعد التوجيه. انس انا ما امدي ما بعد التوجيه. انا بدي التوجيه اجيب الميتين. انا بدي اسعى لعم حالي هلأ اخطط لعلانتي في الجامعات وانا لساتني توجيهي. بخلص توجيه وبعدين بخطط لجامعات خطة تانية. احنا تعمل مع محليل مخففة. تتراوح البي اتش اللي هما بين الصفر لاربعطعش. بتراوح تركيز الهيدرون ما بين واحد الى واحد ضرب عشر قوة سالب عبطعش. مش واحد ضرب عشر قوة سالب خمستعش. مش داخل معك. ولا تركب حالك فيه وتفكر فيه. غيرو. شغلة تانية. الان. كيف يتغير بي اتش مع زيادة الهيدروني ميقل? هلا شفناها. هينها؟ هايها. هون. كيف يتغير بي اتش مع نقصان هاد؟ كيف يتغير بي اتش مع زيادة هاد؟ اذا زاد قل. واذا قل زاد خلصة. زاد قل. قل زاد. شو تغير كيف يتغير مع زيادة هاي؟ بتقل. كيف يتغير بي اتش مع زيادة الهيدروني ميقر؟. إذا زاد زاد وإذا قل قل زاد الهيدروكسيد تزداد البي اتش إنسالي هذا الأصفر أنت الآن مش مطالب في هذا الأصفر ولا الأصفر اللي هون إنسالي أمره يلا بالاعتماد شفوف الجذب والشامل بالاعتماد على المحل آتيا محلول ألف با جيم دا لها وهي بي اتش إلهم طلب منك مين حمضي قاعدي متعدل أكثر حمضي أكثر قاعدية خمس أسلة مين الحمضي والله البي اتش أقل من سبعة ستة وخمسة با وها با وها مين قاعدي ألف دا قال لي فوق السبعة مين متعدل دال مين متعدل دال شوفون هون ألف ها هي مين قاعدي ألف جيم أوكي ألف جيم مين متعدل دال خيرا والله اللي فوق السبعة قواعد دون دون السبعة الدويرات شوف الدويرات حموض السبعة متعدل أكثر حمضية هدول الدويرات حموض مين أكثر حمضية لاذع أكثر للبي اتش أدنا أكثر قاعد يعينك على المثلث مين مراته أكثر أكثر علقم أكثر من التاني ألف لما جاوبنا على هاي وهاي 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 يمكن أخذت مننا أربع وخبسين ثانية تخيل إنه هون أعطتك هيدرونيوم ورقام سيئة وقوة سالة ستة وسالة سبعة وسالة سالة وسالة تسعة وسالة عشرة أرقام سيئة وعطتك نص الأسئلة أولا رح تطول وانت تحل ثانيا رح تغلط رح تطول رح تغلط بينما لما أعطيك لبعض المحلي PH في سرعة في الأداء وفي دقة في الحل طب هيدرونيوم وهايدروكسيد بطء في الأداء وخطأ في الحل طب إذا تتعامل مع الPH سرعة دقة كل الصيادة والأطباء بيحبوا يتعاملوا مع الPH والمهندسين وتبعوا المختبرات الطبي وتبعوا الأشعة وتبعوا التقويم واللي بالدكية يا أخي أسهل شبت فيه هذا الهايدرونيوم وهايدروكسيد تجاه تحط العقدة بالمنشار تجاه تمشي حالك في حياتك العملية والحياة الدراسية كذلك بدنا حلول بالنهاية بد حلول سهلة عشان نمشي حالي الأكاديمية حياتي الأكاديمية وحياتي العملية أيما أكثر حمضية يعني ما أيما أكثر هيدرونيوم ها أكثر حمضية يعني أكثر هيدرونيوم ما خلص اتفقنا أنه الهيدرونيوم اسم الصفحة حمضية مين أكثر حمضية مين أكثر هيدرونيوم أعطتك حمضين قويين لحظة 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 هذا يعتبر تركيز الهيدرونيوم والحمد القوي بعطيني هيدرونيوم قدو فالهيدرونيوم هايو والهيدرونيوم هايو والحمد القوي هيدرونيوم قدو لحظة القصص أنا مش عاجبني آلية التعامل مع القصص تخافوش حتى كل الرياضيات والقصص لغة الأرقاب تركوها علي اللي تخدمك لكيميا ورياضيات وفيزا وأحياء أنا كفيل فيها من هون حتى نهاية الفصلين الدراسيا يا بتعملهم سالب اثنين يا سالب ثلاث هذا الحكيم مش عاجبني أضرب إقسم أها يا أسهل وحد الأصص لما بدك تحكم وحد الأصص أثناء الحكم أنا شايف الرقم اللي فوق أكبر برقم اللي تحت إذن أكثر حمضية المحلول الأولاني وين أحط الإجابة حطوا عليه خط ها بدأ حط عليه خط هذا أكثر حمضية يا الله وأيهما أقل حكينا ما بين الصفة الحمضية والبي اتش تناسب عكسي أيهما أقل بي اتش اللي هيدرونيوم أكثر وزارة كثير وزارة كثير هذا وزارة كثير وهذا وزارة كثير كثير يجو الاتنين يجو كثير بس على شكل أربع محلي الحمضية عشان تنقيق الباجين دال نيجو هون أيهما أكثر قاعدية يا أخي مش عاجب نهاية أيهما أكثر خالص أيهما أكثر تركز هيدروكسيد هيك أحسن آه انت حول السؤال للغتك تخافش وين ما فيه لغة صعبة من أول درس حتى نهاية العضوية وين ما فيه لغة خاطبك بلغة صعبة ومتعمد للمشرفي خاطبك وحعلمك كيف تخاطب نفسك بلغة سهلة مشابهة لها بلغة سهلة هاي ولا هاي طالما قواعة قوية سيبك منها هاي خالص القاعدة القوية هيدروكسيد قدها والقاعدة القوية هيدروكسيد قدها مين أكثر قادي هذا الهيدروكسيد ولا هذا الهيدروكسيد تقوليش هذا الـ NaOH ولا هذا الـ KOH سيبك منها الحكي سهل على حالك تخافش نس على الميتين إحنا وبسهولة آه القصص مش عاجبني بصراحة يا تعملهم سالب أربعات يا تعملهم سالب ثلاثات طيب شو نعمل اضرب اقسم أسهل يا تعملهم سالب أربعات يا تعملهم سالب ثلاثات أضرب اقسم آه انسى الأصص لأنها تتحكيش فيها وهذا الشيء أكبر من الخمسة إذن أكثر قاعدة أكثر مرارة بدي أحط تحتي خط هايو 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 ويوم أعلى بي اتش هشوب الله والله الأعلى بي اتش يعني أعلى هيدروكسيد الأعلى بي اتش يعني أعلى هيدروكسيد غريtt الهيتروكسيد الاعلى? اتفضل الايجابي. وزارة 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 كثير? من اكثر ونعمل بغي نبغي 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 وكل هذا سيأتي في المادة الرئيسية سنشرحها فيه مبعض ما تركيز الهيدرونيوم في محلول pH له بلشنا بالأسئلة الأهم pH له 74 معطيات ما تركيز الهيدرونيوم عكسنا نحن سابقا هنا وهون من الهيدرونيوم يعني من التراكيز حسبنا pH الآن العكس العكس لهو الأهم من pH أحسب تراكيز من pH أحسب تراكيز أول شي قبل ما أبلش هذا الرقم طالما دون السبعة لا شك إنه المحلول الحمضي بس هو ما طلب منك حمضي قاعدة متعادلة يا سيد الزيادة طلب منك ما تركيز الهيدرونيوم ما تكتبوا معي pH يساوي سالب لغ تركيز الهيدرونيوم pH يساوي أربعة سبعة اتنين سالب لغ ما حد يكتب تركيز الهيدرونيوم ودي السالب لتنك سالب أربعة فاصل سبعة اتنين يساوي لغ هيدرونيوم يساوي سالب أربعة فاصل سبعة اتنين Lots of videos نعمل ناشي بدلنا شيل الله یساوي يساوي كل الخمسة اللي جايب لك يهم من كتاب أول ثانوي من الرياضيات ترجعش حاطط لك كل ما يلزم بهالبوكس للصغير إذا شلنا اللغاريتم من طرف فإن الطرف الآخر يصبح مرفوعا للأساس عشرة أول ملاحظة نجد لغ كل رقم على حدة ونجمعه مع الآخر قانون التوزيع تاني ملاحظة اقتبستها تلزمنا لغاريتم الواحد صفر تالت ملاحظة لغاريتم العدد الذي له قوة يساوي القوة نفسها رابع ملاحظة هيا ما قاعد من نطبقها إذا شلنا اللغاريتم من طرف فإن الطرف الآخر يصبح مرفوعا ومش رافعا يصبح مرفوعا للأساس عشرة من أجل ذلك شو عملت أنا هون لما شلت صري هون اللوج خليت هذا الرقم مرفوعا للأساس عشرة هذا هو تركيز الحيدرونيوم شو هذا شو الرقم هذا كيف تقرأه إذا أنت يا طالبي اللي قدامي مساهم في شركة تلبوتاس أسهمك واحد ونصدر بعشر قوة سالب ثلاث وطلبت وطلبت اقرأ هذا الرقم ورح يقولي واحد ونصدر بعشر قوة سالب ثلاث وطلقوا أنت صح طيب الآن هذا الرقم هذا الرقم نصد خمستاش من عشر تلات نعم أنا بدي أقرأ هذا الرقم هيو زيح الفاصلة تلات منازل لورا تلات منازل وشو يعني السالب لورا شو هاي اسمها تلات منازل طب شو اللي شار السالب اسمها لورا هيك آه هيك سهل على حالك حبيبي تكون اسمي ثالي كتير زيح الفاصلة تلات منازل لورا خمستاش من عشر تلاف انت قرأت هذا الرقم واحد ونصدر واشتا قوة سالب ثلاثي اخينا قرأته خمستاش من عشر تلاف كانوا ياك صح ايش يعني يعني أقول لك شو البعنى انه من كل عشر تلاف سهم اليك سهم من كل عشر تلاف اليك سواري خمستاشر سهم من كل عشر تلاف دينار ارباح اليك خمستاشر دينار يعني شركة البوتاس لنفرض حقاقة يوميا ربح خمستاشر اجيرا الى لخمستاشر منها انت مساهم مثلا في شركة مثلا شركة الفوسفات ايش يعني حرك الفاصلة منزلتين لورا منزلتين لورا لو كان موجب منزلتين لقدام وصالب منزلتين لورا طريق بنزلتين لورا هذا الرقم انت قرأتو سبعة دربعة شرق وصالب اتنين يا خير ما ابدأ اقرأو هيك انا ابدأ اقرأو سبعة وشرين من الف انا وياك صح ما معنى هذا الرقم اذا انت في شركة الدواجن يا سيد اعتبر شركة الدواجن حصتك الان هيك شو معنى ذلك لك تفهم المعنى مش اخر السنة تروح عند المدير المالي ويضحك عليك افهم لغة الارقام افهم معنى الرقم دلالته بدي المعنى مش يغشك انه من كل الف حصة اليك سبعة وشرين من كل الف دينار اليك سبعة وشرين فاذا حققت شركة الدواجن مثلا وانت مصاهم فيها يوميا الف دينار ربح فيوميا لازم تكون حصتك سبعة وشرين هاي المعنى طيب سؤالنا الان نيجي لهون شو معنى هذا الرقم تبعرفني ما بعرف عشان نفهم لغة الارقام كيميا فيزياء رياضات جامعات بكل تخصصاتها لازم الرقم اللي يكون عندك رقم معنى شو رقم معنى شو يعني الرقم معنى رقم من منزل واحدة واحدة فاصله كسوره ضرب عشرة قوة رقم صحيح صحيح هاي كلنا صحيح اوكي ايو منزل واحدة كسوره كسوره يان اتنين تلاتة كسرين تلاتة مش مهم نحن نتعمل ماكسي معماتو ديجتس خانتين ضرب عشرة قوة رقم صحيح منزل واحدة فاصله كسوره ضرب عشرة قوة رقم صحيح عشان نفهم الرقم عشان نعرف معنى عشان اقرأه لانه هذا يقرأ خمسة عشر من عشرة الاف هذا يقرأ سبعة عشوية من الف هذا كيبت اقرأه مش معرفين كيبت اقرأه بدنا نحور الرقم اللي ملوش معنى الى رقم له معنى يعني له دلالة عينكم معي هون هلأ هون 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 بالحل اللي بتاكتبه بالون اخضر طلابي حبايبي هذا الرقم نفسه البي اتش اه طب بنفع اكتب تركيز الهيدرونيوم يساوي عشرة قوة سالب بي اتش اه تركيز الهيدرونيوم يساوي عشرة قوة سالب اربعة فاصل سبعة اثنين نعم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس خطوات صارت انتاني اخ خلاص اتعامل معها يبديش هابا قبل ما اكمل وحط الرقم اللي معنى ويسيبك من هذا يعني استاذ هذا القانون نفسه هذا تقول نفسه حبيبي تطلع عليه انتوا ركزوا فيه انتوا ركزوا فيه تستنوش نضع لي حكا يعني اذا جاب لي سؤال مش رح يحاسبنا على هذا من قل لك رح يحاسبك حبيبي دوائر انت مطالب انت مش مطالب بالحل التفصيلي دوائر ظلل بعدين لما انت حطيت السالب لهون السالب هون تعبالك هاي خطوة بتتحاسب عليها يالشيل السالب من هون حطه هون خطوة هاي بالتصليح بحطه عليه خطوة اذا نقل السالب من جهة الاخرى هاي خطوة حبيبي مش خطوة هادا حبيبي انت تتوجيه انت مش انت تالت ابتدائي لما لقلبنا هاي حطينا هون وحطينا هون هاي لا تقعد خطوة عيب عيب هادا 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 كيجيه هادا انت اتفضل حبيبي اذا من الان فصالا اتعامل هيك سيبك من هالخمس خطوات هايو هذا الحقيقات بويا نضال اتفضل هون هايو عينك على هادول بي اكش يساوي السالب لقرتين تركيزي لهاتهم تركيزي لهاتهم يساوي عشق يساوي السالب بي اكش نفسه تطلع عليهم الاسود اللحمة بلا ركزه فيهم نفس القانون المشتف هو رح يسألك انت باي قانون اعتمدت حتى تجد الحل ما رح يسألك في ماسح ضوئي بده تطلع على التضليل خليك سهل مع نفسك هاي نفسها هاي شوف القانون الانسب اليك اللي بودك لا حل اسهل اليك ما تتعقد منه فبالتالي هذا الحقيق عشان هاي قلت ما حدش يكتب ما بديه حرص بديش يياه هاي تركيز الهيترونيوم هايو خطواتين طب لسه هذا الرقم مش معنوي هم بديه رقم معنوية اسمع اللي بدنا نحكيه الان كيف نحول يا الله اخر اشي في علم الرياضيات اللي عشان نختم كل شي بدنا اياه في علم الرياضيات اللي بلزمنا يعني من الاول الثانوي كيف حول الرقم اللي ملوش معنى الى رقم له معنى ودلالة يا الله اول خطوة تعملها تركيز الهيترونيوم يساوي عشرة ضرب عشرة بالدحول الرقم اللي ملوش معنى الى رقم له معنى وهذا الحكي اللي بدي اعمله رح يتكرر معك ممكن خلال فصل خلال الدرس هذا مش الفصل اللي وحدة كلها خلال درس يمكن تسعة عشر مرة رح يتكرر معنى تعمل عشرتين اذا في التأسيس رح يتكرر معنى مرتين تلاتة يمكن يتكرر فوق التسعة عشرين مرة في الوحدة كلها تعمل عشرتين الرقم اللي عندك هيو على اليمين شيء واحد يصار الفاصل زيد واحد يمين الفاصل شيء واحد يصار الفاصل زيد واحد هاي الطريقة اسمت طريقة الخوارزمية اللي كنا نتعمل معها زمان طريقة خوارزمية للتحويل الرقم اللي ملوش معنى ودلالة الى رقم له معنى ودلالة طريقة خوارزمية لتحويل رقم اللي ملعوش معنى ودلالة إلى رقم له معنى ودلالة شيل واحد بتصير سالب خمسة تزبوط سالب على شيل واحد سالب خمسة زيد واحد في طلب قللي لما نزيد واحد يا نضال بدا تصير واحد فاصل سبعة اثنين قلت له حبيبي انت صفر حبيبي انت احلى صفر قولك يا حبيبي السالب للجهتين السالب مش لهاله حاله هاله هو سالب اربعة واثنين وسبعين ما في داعي علماء الرياضيات تكتبو لك الرقم هيك يا حبيبي السالب تكتب مرة واحدة للجهتين ولازم اكتبه هيك عشان اثبت لك انه هاي سالب مو هيك اذا السالب فعليا للجهتين هو سالب اثنين وسبعين زيد واحد الواحد يعني هيك يلا شو اخدتوا انتو بالصف الرابع شو المس حكت لكم ناخذ اشعة الاكبر بعديها ام نلغي هدول بعديها ثم نجد الفرق بينهما فضلها يا ضخم مرة تانية مرة تانية مرة تانية مرة تانية سالب اثنين وسبعين ليش سالب؟ هو سالب الجهتين تبارك هي سالب هاي موزب هيك انت كنتو تهضب الرياضيات حبيب السالب للجهتين كله سالب اربعة ودن سبعين بالمئة زيد واحد على اليمين ناخذ اشعة الاكبر بعدها نشطب هدول بعدها نجد الفرق بينهما نعمل حركة تانية يلا زيد واحد شيل واحد رقم من عندي شيل واحد صاري زيد واحد شيل واحد زيد واحد شيل واحد السالب الثلاثة المتشيل واحد سالب اربعة زيد واحد هو اريدي سالب سالب الجهتين زيد واحد هيك الواحد ناخذ اشعة الاكبر بعدها اشطب هدول بعدها خذ الفرق بينهما مجموع هدول هايو هزبوط انا شو عملت ولا شي شيلت واحد زيد واحد لما يكون معك في جابتك مية دينار شيلت دينار وحطت دينار بتظل المية مية انا هون شيلت واحد زيد واحد ما عملت شي نرجع شيلت واحد زيدت واحد اعطانا هدول هدول حاصل جمعهم هاد معك اولي حاص بتأكد شيل واحد زيد واحد حبيبي اجمع معلش تجمع اضرب هادول الرقمين مش لما تضربهم الاصص تجمع ره يطلع عندك هذا اللي فوق اضرب الزرق تجمع الاصص فراه يطلع اللي فوق انت شو عملت لا ينضل انا ما عملت شي انا نظمت هذبت الارقام عشان اوجد حل عشان احول الرقم اللي ملواش معنا الى رقم له معنا ودلالة فيصبح تركيز الهيدرونيوم يا الله بدي حدا يقرأ هاد هيك نظر بدي يقرأ لوغريتم الواحد وتسعة تمنى وعشين بالمية عيد بدي اقرأ هيك لوغريتم واحد فاصلة تسعة تمنى وعشين بالمية طب النظر بدي قرأ هيك العدد المقابل تمنى وعشين بالمية في جدب لوغريتمات واحد تسعة عيد اقرأ هيك يا نظار العدد المقابل للثمانين وعشرين بالمية في جدوى اللوجريتمات واحد فاصلة تسعة. ان لما تقرأ هيك غير عن هيك. اقرأ هيك prés λέع نظار لج droiteتسعة تمانية وعشرين بالمية. طب اقرأ هيك يا نظار. العدد المقابل للثمانية وعشرين بالمية في جدوى للوجريتمات واحد وتسعة. هؤلاء كتبت لك لوجريتم. اذا لدي المقابل فالمقابل واحد وتسعة ضا عشر قوة سالب خمسة. هاي التركيز. ايش يعني? اقول لك ايش? على فكرة هاي هاي جود وغيرا بدخليها لكم عشان تستهدموها دايما. عنا وفيزا ورياضيات وحياء وجامعات. اي مهم جدا. طريقة الخوارزمية في تحويل رقم اللي ملوش معنا الا رقم له معنا. حرك الفاصلة. خمس منازل لورا. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. تساطاش من مليون. هل كنت تعلم ان تركيز الهيدرونيوم هاد يساوي تساطاش من من مليون? عم نعرف. لما حولنا الرقم. من رقم ملوش معنا. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. الى رقم له معنا. افهمته انه هالتساطاش من مليون. ما كنتش انت تعرف انه قيمته تساطاش من مليون. لما تحول من رقم ملوش معنا الى رقم له معنا. افهمت انه تساطاش من مليون. لم نكن نعلم انه هاي القيمة تساطاش من مليون. الحكي اللي انا انسألي هاد اقولنا خلص بدناش اياه. ما حدش يكتبه لو سمحته. الحكي اللي عملته رح يتكرر معك فوق العشرين مرة. بس لسه احنا في البداية. طولوا روحكم. نعمل ستوب هون. ونكمل حصة جديدة. شكرا لكم. اشتركوا في القناة